نورة تقول كيف؟ حل السؤال تقول كيف نتأقلم مع رفح مستوى الدهشة بسبب السوشال ميديا؟ صحيح يعني السوشال ميديا ترفع 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 مستوى الدهشة درجة انك يعني يعني مرات كل يوم تندهش 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 يورونك السيارة 100000 بعدين السيارة 200000 بعدين السيارة 300000 بعدين السيارة يتنافسون في إدهاشك طيب بتالي انت تقول لا خلينا تابع هذا اكثر إدهاش لا لا هذا بيدهشني اكثر فيصير عندك نوع اللي نسميها حالة من حالات الإدماء انك انت بعدين تتقفس وهم تقول دور كذا ولا ما عندك ولا واحدة من السيارات ولا واحدة من السيارات هالي بتحسس من حياة بايخة الحياة سخيف الحياة مملة الحياة مالها نكهة الحياة مالها طعم كذا بتقول لا خلني ارجع السوشال ميديا واشوف الفرع الحمرة واشوف البورش واشوف القصص هذه كلها خلهم يدهشوني خلهم يأخذوني ويدهشوني فتصير حالة من حالات الادمان اللي تسوي لك يعني زي ما نقول تفصلك عن الواقع وعن الحقيقة وتصير معد تميز يعني وعدم التمييز يخليك ترفض الواقع خليك تقول لا لا هذا الواقع لا لا مو هذا الواقع الواقع اللي في السوشال ميديا مو الواقع اللي انا اعيشه هذي مشكلة هذي مشكلة طيب خلوني بشوف بعض الاسئلة اللي اعطوني اياها خدمة العملاء طيب في صديقتي كانت تسأل هل الجسد المشاعري يستوعب اكثر من قفزة جسد المشاعري قفزاته لا تنتهي لا تنتهي ذلك وهو المشاعر لا نهائية المشاعر لا نهائية في هذه التجربة لذلك نعم يستوعب كثير برضو سؤال من صديقتي تقول اريد اجرب مشاعر جديدة اريد اطور مشاعري من غير صدمة ايش اسول تجربة مشاعر جديدة يعني تعلم يعني انك انتي لازم تتعلمين شعور جديد خصوصا انه احنا عندنا ضعف في تعلم المشاعر في تداول المشاعر اجتماعيا اقصد وحتى في المدارس وفي السلك التعليمي ما فيه اهتمام بتعلم المشاعر والمشاعر مش متداولة مش متداولة اجتماعية مش متداولة في التعليم لذلك احنا بيبيهات في المشاعر احنا اطفال في المشاعر احنا كثير اطفال في المشاعر اغلب الناس هم اطفال في المشاعر حتى وكان عندهم ادراك فكريها حتى وكان عندهم وعي فكري لا يكونون اطفال في المشاعر لابدت تدور تقول كم عندهم من شعور ايجابي تبقى عندهم اثنين ثلاثة او واو بس بس هذه المشاعر اللي في جيبك اللي انت شاطر فيها اللي انت تقدر تديرها بس اثنين ثلاثة هذه المشاعر اللي انت تقدر تستخدمها لكن اذا تبغى تطور شعور جديد لابد انك تتعلم هذا الشعور مثل الطفل تعلم واحد اثنين ثلاثة صديقتي تقول خلينا نقول اعقد شعور عندي هو التوتر وش الشعور اللي عالجة عشان اطوره الحب او الهدوء اه يعني معطيت الخيارات طيب اول شي انا يعني اذا عندي هذه المشكلة ما راح افكر بهذه الطريقة يعني الحب والهدوء يعني يعني قصدك بتسوي مثلا جلسة ريلاكس احب اقول لكل شخص يعيش التوتر في حياته جلسة تأمل وجلسة ريلاكس لن تحل المشكلة لكل شخص يعيش القلق والتوتر في حياته جلسة بيديتيشن جلسة ريلاكس لن تحل المشكلة في عندك وحش اسود جوة لازم يطلع لازم يطلع الوحش الاسود اللي جواتك هذا فيك الكوعة سودة في مشكلة لازم تنحل في شي في طاقة جوة لازم تطلع لازم تطلعها عشان تحل الموضوع سالفت انه انا والله بقعد وسوي استرخاء وروح اسافر خمس ايام واسترخي عند البحر ونحل الموضوع تضحك على نفسك تضحك سوها مرة واثنين وثلاثة وروح روح سافر كل الدنيا التوتر والقلق لن ينتحي التوتر والقلق شي جواتك لازم يطلع لازم يطلع لازم يتنظف ما تقدر تقول والله انا امي يعني وبعدين اوكي الهدوء متوفر اوكي اكتب يعني في يوتيوب يعني كيفة كيفة يعني تسترخي بتلقى 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 ترخيك نص ساعة ترخيك ساعة ترخيك يوم بس من بكرة يرجع القلب بس الحب من وين الحب من وين من وين تتعلمين الحب ما اعرف احد يؤلم الحب لا اعلم زيرو زيرو في البشرية اللي علموا الحب زيرو ها في احد تكلم عن الحب بس ما علموا الحب بالنسبة لي الى الان لم اجد معلم للحب فما اعرف شون اصلا حتى بفكرت تعلمين الحب ما اعرف كون انت تعلمينه طيب صديقتي برضو تسأل تقول هل الاتساع الفكري يأتي بعد الاتساع النفسي قصدك المشاعري خنقول هل الاتساع الفكري يأتي بعد الاتساع المشاعري الاتساع المشاعري يعطي ساعة للجسد الفكري يعني كل ما تطور الشخص مشاعريا كل ما تطورت افكارا تطورت معتقداتا لكن من الممكن انه نلقى خلنا نقول بعض التغيرات اللي يبدأ يشعر فيها الشخص انه جسد الفكري مو زي اول بس لما يكون الجسد المشاعري كبير والجسد الفكري مو كبير هل قد فيحس الشخص يحصل الجسد الفكري تدهور انه او واو انا الحين اعرف الدهشة واعرف النشوة واعرف المتعة واعرف واو واو جسد الفكري صار يعني عادي صار يعني عادي فيحس انه هو متدهور او شيع لانه احنا تعودنا تعودنا من اول ابتدائي وحنا يعني ايش الجسد الفكري الجسد الفكري فالخروج من هذه الفكرة موضوع ما هو هين ما هو هين انه انت تطور الجسد المشاعري لكن تطوير الجسد المشاعري يطور الجسد الفكري يطور الجسد الفكري يخليه جسد فكري محترم محترم مهذب خاضع للمشاعري مو يقعد ينطلي ويسوي لي مصايب ويسوي لي تطرفات ويسوي لي معتقدات معوقة ويسوي لي خيارات صعبة في الحياة لا يصير جسد فكري يسير محترم خلوق ويعني يسمح بقيادة الجسد المشاعري هذه النتيجة اللي بتصير أو هذه النتيجة اللي احنا نبغاها طيب يا جماعة اذكركم عندنا ستة كورسعة موجودة على الموقع سوية 369.net طاقة المتعة الفرح وعي الضحك أسرار النشوة الدهشة الإيجابية وبرضو اللي ما حط النية يحط النية واللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال وشوفوا الفيلم راح نناقش الفيلم منتصف الشهر خلوكم معانا في انستجرام لايف راح نستمر نتحدث عن طاقة المتعة وتفاصيلها اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا شكرا اللايكات والقلوب والكلام الجميل سبحانا على حوت